رحمة الله وبركاته علاء مبارك يقلب تويتر بالتعليق على تدخل البرلمان لحل خلاف المستشار مرتضى منصور والخطيب قلب علاء مبارك نيل الرئيس محمد حسني مبارك ربنا يرحمه مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدته على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر والتي تحدث فيها عن تدخل مجلس النواب لحل الخلاف بين المستشار مرتضى منصور والخطيب علاء مبارك يعلق على تدخل البرلمان لحل الخلاف بين مرتضى منصور والخطيب وقد علق علاء مبارك نيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك رحمة الله عليه على مقترح برلماني للتصالح بين رئيس النادي الزمالك المستشار مرتضى منصور ورئيس الأهلي محمود الخطيب وكانت نائب ملعب الحميد عضو مجلس النواب المصري قدمت مقترحا برلمانية الخميس إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب موجها إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب ورياضة لتبني عقد مصلحة بين رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور ورئيس الأهلي الخطيب وقال علاء مبارك فيه منشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس ويتر سابقا ردا على هذا المقترح عجيب مقترح برلماني هو الموضوع ده محتاج البرلمان وأضاف علاء مبارك وسيدة عضو البرلمان تتقدم بطلب للسيد رئيس البرلمان لعرضه على السادة عضو البرلمان لتوجيه المقترح للسيد وزير الشباب ورياضة لتبني المقترح المقدم من البرلمان لإجراء المصالحة اسمه كلام ده وأرضف ناجل الرئيس الراحل قائلا أكيد توجد حلول أخرى بدل اللفة الطويلة دي وتضيع وقت السادة عضو البرلمان ولقيت تغريدة مبارك تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي التي تدورت تغريدته على نطاق واسع ما بين مؤيد ومعارض ترجمة نانسي قنقر